السلام عليكم درس الخامس من أهسيات تعلم السي اس اس المرفق بكورس جملة واحد ونصف سوف أغطي كيف تعمل خلفية للصفحة لكي تعمل خلفية للصفحة لكي تخاطب الصفحة خلفية للصفحة يبقى أنا برا البي وبرى ال H1 و H2 يبقى هناك شيء اسمها البادي بكتب بادي شكل المسافة واتنين بالطريقة دي وباجي هنا بابدأ احط حاجة اسمها باكجراوند اميج هتتب باك باكجراوند بيفتح لدريم ويفر الهيلب فانكشن دي دابل كليك وباجيب الاميج بتاع طيب أنا ما عنديش باكجراوند اميج أنا يعني أصدت اللي أنا أعمل كده عشان أوريك ازاي تعمل باكجراوند اميج عفوان هافتح البرنامج الفوتوشوب أعمل فايل جديد العرض بتاعه 1 بيكسل والويتس بتاعه والهايد بتاعه 20 بيكسل واحد بيكسل حاجة بسيطة خالص خالص بكبر ب كنترول زائد وباجيب جراديانت ده وبعمل حاجة بختار مثلا دي كده عايز اعمل حاجة بسيطة خالص حاجة زي كده مثلا بدوس من فوق وبنزل بدل ندهيس عشفت وبنزل بيها بتعمل لي حاجة زي كده بعمل له save for web عشان يضمن لي أقل المساحة وباجي في الexercise files في الفيرست ويب وبعمل فولدر اسمه images وباجي هنا بسميها ال-BG او ال-Background وامتادها ال-BNG امتاد بتاعها ال-BNG يبقى save باجي على برنامج دريم ويفر وبعيد تاني نفس الخطوات بتاعتي يبقى هنا لو متلقبط او مش عارف تكمل بروح جاي واحدة واحدة معاك اهو جراوند مينوس اميج اميج ويجرب معاك امتاد بيفتح لي ال-Browse وبروح على ال-MG وبختار ال-BG وباجي اقفل الطريقة دي وانسى ما مانساش اقفل طيب هعمل save وهروح على ال-Index بشوف ال-Background بتاعتي بقول هنا بريفيو ان عندك ايه عندك الفيرفوكس ال-Internetix بلودر جوجل كروم كله هقول له مسلا الفيرفوكس عندي ال-Background هنا ما ظهرتش اكيد في حاجة غلط هنرجع ال-EURL بتاعنا هزبوط اه شوفت هنا ال-Body يعني T بادي بال-Y هنا save طيب ظهرت لي ال-Background بالشكل يبقى هنا في تكرار لل-Background يبقى هنا في تكرار في المحور ال-X وفي المحور الرأسي ال-Y طيب انا مش عايز الكلام ده انا عايزه ما يعمل ليش خالص مثلا repeat فانا بقول repeat بص شوف مجرد ما بعمل enter بيديني ال-Background في هنا بقى عندك كل ال-Background background وها ده عرفها دلوقتي ايه background color لونها ايه بتختار اللون background image اللي احنا لسه عاملينها position اللي مكان فيها من اه فيها مكان الصفحة فين او مكان فين في الصفحة اه فين ال-Repeat عندك ال-Repeat بتاعنا هو ده اللي انا عايزه هضغط enter ال-Repeat بتاعنا هقول له no repeat وهروح قافل يبقى انا مش عايزك تكرر لي خلص حطها لي مرة واحدة بس في الصفحة هعمل هنا واجي هنا مثلا بقول refresh يمكن هنا يعني هي صغيرة قوي قوي فمش باينة ممكن اعدل عليها من داخل البرنامج من هنا واخلي الامج دي الصيز بتاعها عشان بس يبان اه عشرين مثلا اه عشرين اخليها خمسين في اه تلاتين حاجة زي كده واقول له save for web اقول له في نفس الاسم اعمل لي عليها replace اوكي باجي هنا بعمل اهي ال background نزلت لي فوق بالشكل ده طيب انا عايزها تتدي تتكرر لي كده انا عايز حطها فوق هنا تتكرر اكس بس بعمل حاجة بسيطة خالص بامسح بقى كل ده او بكتب repeat x repeat minus x يبقى انا بقول له كررها لي في المحور الاكس بس اللي هو الافقي بس لما بعمل كده بيبتدي يكرر لي كل الكلام ده كله طيب انا عايز اعمل حاجة برضه عشان تبقى زريفة برضه انا هنزل ده كله بحيث انا اعمل مسافات في الصفحة عشان دي اعمل فيه scroll bar يظهر اعمل save وباجي هنا بعمل اه طيب انا عايز scroll bar برضه تشوف background محطوطة فوق لو حبيت تثبت background دي بحيث ان الكلام يطلع بال scroll او ينزل وال background برضه ثابتة فوق دي الامر بتاعها لزيز وبدي افكت جميل قوي هنا بنقول background تاني attachment double click او بقول له fixed و اقفل control s بروح بعمل refresh خلاص بص لاحظ هنا بعمل scroll background background موجودة فوق عندي فبتديني تأثير جميل قوي ممكن كمان اعمل style خاص بحيثة معينة بالبراجراف ده مثلا فعايز اقول مثلا او كلاس خاص هعمل كلاس دلوقتي واقول الكلاس ده اسمه image bg وهاخد مسافة واثنين بالشكل ده والقلاص ده هحط فيه background color بالشكل ده هكتب background color بالشكل ده اعمل save وبروح هناك على اي حاجة من دول او اي براجراف من دول وبقول له حطي لي الكلاس ده هنا طيب هناخد مثلا ال b ده او ال b او البراجراف واقول له class واقول له حطي لي background image كنا نقول color مش مشكلة يعني اي اسم زين ما احنا عارفنا هنقول هنا save وبعدين هناك all fresh شوف يمكن المزباني اوي عشان هو فوق اوي خلينا هناخد ده مثلا هناخد ال class ده كده control x cut وبعمل له replace هنا واجي هنا بقول كده بيبتدي ننزل ل background background بالشكل ده او ممكن اعملها كمان للصفحة كلها بالكامل ممكن اعمل color ده للصفحة كلها بالكامل بدل ما بقول له image بقول له color وبنفس الطريقة اه 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 background باخد دي كده بعمل هنا اهو بالشكل ده save احاول هالي كلها ال background اللي انا عايزها بالcolor اللي انا عايزه ممكن كمان هنا اقول له لا خليه ده باللون ده مسلا بالابيض او ممكن تخليها كمان حتة معينة باللون او بامج تانية خالص بامج كمان امج واقول له هاته اللي احنا كنا حطينها دي وخلي الامج على الكلاز ده بقت بالشكل ده